بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن نهاية الشمس تخبرنا القياسات الحديثة لكتلة الشمس وما تفقده كل ثانية من وزنها بسبب التفاعلات الحاصلة في داخلها والتي تسبب خسارة ملايين الأطنان كل ثانية هذه الخسارات لا نحس بها ولا تكاد تؤثر على ما ينبعث من أشعة ضوئية من الشمس بسبب الحجم الضخم للشمس ولكن بعد ألاف الملايين من السنين سوف تعاني الشمس من خسارة حادة في وزنها مما يسبب نقصان حجمها واختفاء جزء كبير من الضوء وهذا يقود إلى انهيار هذه الشمس هنا نجد البيان القرآني يتحدث عن الحقائق المستقبلية بدقة تامة يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم إذا الشمس كورت سورة التكوير آية واحد وهذا ثابت علميا في المستقبل إنها طبعا معجزة تشهد على عجاز القرآن والله أعلم قد أثبت العلماء أن الشموس التي تكون في المجرة إذا جاء وقت موتها تتكور وتكون لونها أبيض والله أعلم وهذا دليل على أن الشمس في المستقبل إذا ضعفت كثيرا مثل ما تحدثنا رح تتكور مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن سبحانه وتعالى في القرآن